سعد الدين الهلالي يحلوا علينا ضيفا في هذه الحلقة من جديد في برنامج الحكاية مع عمر أدي الناس دي متأخرة جدا الناس دي تقريبا يعني بينها وبين ربنا في حاجات كتير كده مش مظبوطة لما يتكلم سعد الدين الهلالي مبارح فيحدث فتوابه ان كورونا ليس عقاب من الله وعقاب الله لا يكون في الدنيا دي فاتوى قالها سعد الدين الهلالي ورأي واراد ان ينفرد به كما انفرد قبل ذلك بزجاجة المياه التي تدخل بها الاستوديو ايضا طيب اذا كان ده مموص الحياة والدين حلوة كده ما ليه شيخنا دايما بتخوفونا وتقولنا ما نزل البلاء الا بزم ولا يرفع الا بتوبة وازاي بتقولناك كلام وليه دايما بتستعينوا بالدين التراسي اللي هو بيخوف الناس والجنة والنار وبتاعه الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسن رسول الله وعلى آله وصحبه ونلاه وبعد يعني طبعا سعد الدين الهلالة مسعد هو اسمه كده اسمه سعد الدين الهلالة مسعد لا ادري يعني هو طبعا عايز من كل الهدك ان لا ده مجرد حاجات طبيعية ماشي طبعا ما احنا جد ان المرض ابتلاء طيب ما احنا قلنا الابتلاء يكون للطائع والبلاء او العقاب بكل العاصي وده كان اجابة حضرتك على كل الاسئلة اللي جات لنا في نفس السواق بتقول هل كورونا غضب من الله حتى انجاوبت الاجابة دي من اول يوم يعني المسألة ما فياش طيب ادعاء بقى ان هو يقولك لا اعظاب ربنا ورحمته في الاخرة طيب اه نروح فين من قوله تعالى قل هل تربصونا بنا اللي يحدى الحسن ونحن نتربصوك وننصوبك الله بعذاب من عنده او بأيدينا بأيدينا اه طيب تروح فين رح بما كسبت ايدي الناس لسه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس تروح فين ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ايو خلاص واملي لهم نعم ان كيدي متين سنستدرج من حيث لا يعلموا نعم طيب لأين ستذهب لا لحظة لأي بتاعت ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الاموال في الاخرة ولا في الدني ايو فاذاقها الله لباس الجوع الخوف والجوع نعم معناها ايه اللي هو العذاب صحيح ما معنى العذاب ما اذا اذا معنى الامام ما لهش قيمة في الحياة بكلام الجدع ده لا الكفر ليه قيم ولا الامان له قيمة لا الكفر ليه عواقب لا المعصية لها عواقب وشؤم ولا الطاعة لها بركة واثر امين يعني اذا استوت في الدنيا الطاعة من المعصية فين اني لا اجد اثر معصيتي في دابة في بيتي وفي امرأتي ودابة ايو معنى ايه طيب بقى لش عشان حديق يعني قول ابن العباس ما نزل بلاء الا بذن ومرفع الا بتوبة دي حاجة خلاص ماشي طيب هيعمل ايه سيدنا عمرو الخطاب لما جيز الزال فوقف على المنبر فقال اما ان هذا لم يحدث فيكم الا بذن اما اني لو اني لو حصل للنجيز الزال لا اساكنكم فيها ماذا يفعل في ما ورد في عادة سيدنا موسى ايو ان خرجوا للاستسقاء فيش مطر ايو دعوا فربنا اخبروا ان بينكم عاصي لم يتو سيدنا موسى اقسم علي اخرجوا من بينكم يخرب ما خرجش فالمطر نزل وما خرج خلاص تاب تاب بينه وبين الله سترته وعاصنا فافضح بعد ان تاب نعم طيب الحديث هو ان كان في ضعف وما منع احد ايه الزكاة الا منعانه من القطر ايه معنى ايه وما فعل قوم الفعالي حيث تقاط الا وعقبهم الله بالامراض والاوجاع التي لم تكن فيها اسلافين برضو ان في ضعف في سنة الحديث ايه لكن واضح طيب الطاعة لها بركة ولا منعاش بركة لها لها بركة طب وعلى الايمان فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نعم يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار دائل ايه اه الطاعة والذكر نعم طيب البركة من اين تأتي طيب من طاعة الله طبعا الايمان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الاخرى بس الايمان ثمراته في الاخرى بس ولذي ثمراته في الدنيا كذلك على الفرد وعلى المجتمع نعم طب وغياب الايمان وغياب الاخلاق بيعمل ايه بيقدل ايه الانتشار الجريمة المرض اصلا بيجي من ايه عدم النظافة صحيح عدم لعاية الصحة طب ده ذنب ولا من ذنب معصية ولا مش معصية معصية هو نفسه رايح لابس البدل ومتشيك ايه في برنامج عشان ايه اذا مش عامل ده تعبودا ونال الاجل ان التزين طب وده طاعة صح ولا عملها من باب ايه اذا من باب يطلع ويتمنظر ده حاجة تانية طيب انا معلش يا شيخناك كنت بس بجيبي الحديث لو حديثك ذكرته اللي هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين نعم وفي ضعف بقول لك يعني انا ذكرت بعضه يعني طيب هو عن عبد الله بن عمر والحديث موجود نعم يتضمن اوصف خمسة او خصال واتكلم عن الموضوع ده طبعا انا اعدي الحاجات دي فين يعني نقصد النهاردة كل ابواب العلم التي فيها بركة الطاعة وشؤم المعصية نعم طيب هو ادم عليه السلام طرد من الجنة ايه اما هو الدنيا ما فيش فيها ما هي دي مش جنة اخرى فقاش بقى اختبارات وابتلاءات وامتحانات ما الدنيا خلاص فين لماذا قال صلى الله يبتلى اكثر ناس ابتلاء للانبياء ثم الذين يلونهم ثم لاذون يلونهم لا هو السؤال اللي جالي دلوقتي وبتالي بيطرحوا اي انسان بيسمعنا لماذا اصلا شرعت التوبة بقى طبما خلاص بقى العص يفضل عص ويروح للارض يعني انا في النهاية والمؤمن مؤمن ويروح الجنة لماذا جعل الموت عظة لماذا جعل المرض عظة للانسان ليتوب من ايه ويرجع لي ايه معنى المرض ايه تمام تمام طيب لحظة امراض الزنا اللي جات دي ايه كان بتيجي لمين للزنا لمين ماشي في العدوى ده حاجة تاني مثل راسه صاحب المرض نفسه ايه قالوا ليه اما هو العقاب في الاخرة بس ماشي من يفلت من عقاب الدنيا بالاسباب او باقدار الله لن يفلت من عقاب الاخرة لكن الدنيا فيها وكل ذنب يؤخر للاخرة الا عقوق الوالدين فين با ده هو الدي فين طب معلش يا شيخنا عشان تذكرت دي فين ده كل ذكرت الدليل ده في حلقة سابقة وانا عمالة راجع كده مع حضرتك وافتكر حضرتك لما دخل الواحد وقال ولوط ولوطي والكلام ده كل شوف الله عز وجل قال ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفحشة وانتم تبصرون طيب النتيجة كانت ايه بقى في نتيجة فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل دي مش نتيجة ابرها سبحان الله ابرها اللي كان كافر رايح في بيت الله الحرام اللي كان حواليه كفار واصنا ايوه ايوه يعني انا اصد في النهاية يعني انا اتعجب والظلمة اللي شفناهم الحمزة البسيوني وغيره وغيره اللي عزب الناس كيف اعذب ده فين ده اسمي ايه ده طيب عندي آية كمان من القرآن عايز رأي حادتك فيها الله مش رأيك في الآية يعني ولكن ايه تشرح لنا ايوه انا احنا ضد اني بدأت تفسيري الاول حباس بس طبعا ماشي واخنا النهاردة مش طالعين نقول انه هو نجزم انه هو عقب من الله فيه نقطة يعني يا جماعة احنا بنقول المرض يأتي للمسلم وغير المسلم صحيح صح وللطائع والعاصي تمام قلنا للعاصي تذكير اللي يعود إلى الله تمام والطائع ليزداد ايمانا لا اختربنا بيختبروا تمام طب العاصي الغافل خلاص انتقام ايوه فلما آسفونا انتقمنا منه انتقمنا منه القرآن بيقول كده لما أغضبونا طيب يعني الآية بقى يعني هو ربنا شديد العقاب غفور الرحيم اه وشديد العقاب مش في الدنيا والآخرة طبعا يعني الآية بس اللي بتربط برضو كلام حضرتك بموضوع انه فيش حاجة اسمها نتيجة لا في نتائج في الدنيا وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم هو فعل نتيجة شوف ده كلام صحيح تمام ايضا مما يعضد كل ده المرأة التي كانت تصرع اه كانت تتكشف فالنفسب قال لها اما ان ادعو الله لك ان يشفيك او تصبري ولك الجنة صحيح قال بل اصبر ولي الجنة ولكني اتكشف الله فماتت ويساجدة وغير متكشفة سبحانك يا رب طيب الناس التي تظلم او التي تأكل اموال الناس او حقوق الناس يتعرض في الحياة الدنيا لما يبقى فيه خير لشيء يرده العكس الذي لا يأتيه ده شيء يذكره ده حتى اذا اخذه لم يفلتهم لم يفلتهم ايضا او فاخذناهم بغتة نعم ده بقى اللي على ما شموا يعني اتاخد كده خلاص ده لاني لا رجاء ولا فايدة اللي ده ربنا قال عنهم ايه ولو ردوا لعادوا لما ردوا عنه لعادوا لما ردوا عنه لعادوا لما ردوا عنه نعم فاخواننا شغل التفسير اللي وهو ده كله احنا بانتيشي ده ده كله عايز يبرر لاني اه لا السيسي يعيش فيه الدونة هيعمل لو عازوا اللي زيه عادي يا جماعة ايه والامراض دي لا احنا السبب فيها وجاب الاية بتاعت فاغرقناهم عشان البلكت غرقانة فاغرق ثم بيستدلوا بقى ان احنا غرقانين وعندنا امراض فده غضب من ربنا يعني مش شرط يكون غضب من ربنا وارد ولا ومين قال مش غضب من ربنا ليه مش عايف يعني الغضب معناه ايه لحظة عشان بس الناس تستوعب ولك ده عامل انا مظلوم غلبان اه صامت وساكت على الظلم ايوه ولم ترفض الظلم او لم تبذل ما في وسعك لرد الظلم بيستمر عليك الظلم كما تكونوا يولى عليكم ما هو ده اللي مقصود ايوه ان سعدتك قبلت بعيشة الذلة والمهانة فدامت عليك الذلة والمهانة في اكتر من كده زي الابن تيميل رحمه الله قابله احد احبار اليهود نعم وقال له انتوا عندكم حديث عن النبي على الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ايوه كان ابن هما لكن فرص والناس تقابلوا تقبل ايده بإكرام نعم والراجل ثاني بكم بيهتسول قال له فين بقى السجن اللي انت فيه اوه والجنة اللي أنا فيها اه انتهى مكرم وانا مزلول ايوه قال نعم بالنسبة للجنة لمنتظراني في الاخرة انا في سجن ايوه بالنسبة للجحيم اللي بستنك في الاخرة انت اللي في الدنيا اللي انت فيه ده ده انت هايص ايوه فهو متصورين الناس ما معنى العذاب هل العذاب بدني فقط لا العذاب بدني وحسي ومعنوي نعم العذاب المعنوي اشد الى من من العذاب المادي ايوه اشد جرب ما تنامش هم جرب تبقى مشغول ايوه جرب تبقى الان على ابن لك في المعتقل ولا قريب لك ما انتش عارف ايه اللي جراله هم تمام ده اشد ولا انك انت بتعمل لك جراحة وعملية جراحة خلاص بنجو هتفوق مش هتضرب الدنيا صح والله مسكنات وخلاص طبعا انما اللي مش عارف ولاده جرالهم ايه جوزها مش عارفها جراله ايه لا نفسي وعصب انتو مش عارف جراله ايه في السجن ده ايه لا المسألة يا جماعة الناس متصورة يعني اني الحياة طب الشاي دي يعني من كلامه يا شيخ نحن نحن نقولش للناس ارجاعوا الربنا ما نقولش للناس توبوا لا اشوف ما نقولش للناس يا جماعة علينا ان نكسرها من الاستخدار ما عدرش ازعم اصلا في حاجة انا دلوقتي لما اجا اقول مثلا زي ما حصل في ايطاليا او في دول ربنا يا ربي عافينا وعافي مصر يا ربي وعافي الامة كلها لما بيحصل الوباء بيشتد اكتر في بلد وبيقى فيها وفي ايات بتلاقي الناس بتجري على السوبر ماركت وتجري على مش عارف ايه وتخزن وتعمل وبتاعه الكلام ده كل مش ده علاج الناس بتفكر فيه عشان تحلي الازمة طيب الا يكون من ضمن هذه الالاجات والادوية ان نعود الى الله عز وجل عشان يصلح حالنا بقى كلنا مش عقاب ولا كذا ماستخدمش مطاهرات سعد الهدالي بس اه والله صح ويسلم على الناس خدهم بالاحضاء خلاص مدام ده مش عقاب مدام مش حاجة خاف منها ليه الناس خايفة هل هو بناء على ذلك يفتي الناس بصلاة الجمعة والجماعات في المساجد ويصلي بيهم امام او في النصر ما يقدر طيب ولا يفتيهم ليه ويقولوا من الاسلام دين الرحمة وما جعل عليكم في الدين من حرج يريدوا الله بيكون اليسر والدين رحمة وتيسير وبلاش تتعصبه وتعصبه اذا انت بتعمل على منع ها الوباء اللي هو ايه عقاب ايه صحيح قد يكون عقاب وقد يكون خلاص ابتلاء ايه في كل الحالات انت لازم تعولك ماشي مادر ابتلاء طبيعي بس ابتلاء لمين اختبار للكل ايه طب بالنسبة للطائع ايه بالشري والخير الاتنين تسموا بلاء الشر والخير طيب المرض ايه شر والخير خير الله يكترلك منه تمام ويكفينا الخير بتاعك ده شر طب انت عايز ايه انت عايز ايه يعني هل انت دا كله عشان يعني ما الهدف ما تكون تدور مش لقيله هدف الا انه يعني عكس اللي بقوله بقولك التراثي ومان يتشغل بالدرس ايه عشان مصطلح التراث ده تألف تجديد الخطاب بقى انت فاكل لما الشيخ احمد طيب طرق على الرجل بتاع جامعة مصر ده تجديد الهباب طيب يلا جزاكم الله خيرا نشيخنا على هذا التوضيح